موسيقى خلال زيارته لأبوظابي مدبول يؤكد الحرص على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية بمصر بوتين يبحث في مكالمة هاتفية مع ماكرون وشولتس الوضع في أوكرانيا والدفاع الروسي تعلن سيطرتها على مدينة لما بالكامل العراق يعلن انطلاق عملية عسكرية لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي في ديالا الثالثة في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر مشددا على أن المرحلة الرهنة تشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال الاستثمار الخارجي والزيادة في مساهمة القطاع الخاص جاء ذلك خلال اللقائه عددا من كبار المستثمرين الإماراتيين في مستهل زيارته للعاصمة الإماراتية أبو ظبي والذي تأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات في إطار نهج الدولة المصرية بهذا الشأن كما استعرض مكبول ملف إجراءات الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية التي اتخذتها الدولة في عام 2016 مشيرا إلى أنه كان من بين أهدافها تقليل المخاطر التي كانت تواجه الاستثمار في مصر هذا وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية على أن يكون تخصيصها للمستثمرين إما عن طريق حق الانتفاع أو تملكها مؤكدا أن الحكومة ستقدم تسهيلة في السداد وفي هذا الإطار أجرى رئيس الوزراء حوارا مباشرا مع المستثمرين للاستماع لأرائهم حول تطوير بيئة الأعمال لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري كما التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأبو ظبي وزيرها الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات سلطان ابن أحمد الجابر وخلال الاجتماع قال رئيس مجلس الوزراء أن أحد المجالات الواعدة للتعاون المصري الإماراتي يتمثل في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وهناك توجيهات رئاسية بزيادة التعاون مع الأشقاء في الإمارات في هذا المجال في ضوء الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والهايدروجين الأخضر وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من مصر والإمارات لسياغة التفاهمات والاتفاقيات حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تم مناقشتها خلال المقابلة حيث أكد مدبولي أنه سوف يتابع بنفسه تقدم أعمال فرق العمل حتى يتسنى تسريع التوقيع في أقرب وقت ممكن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مصطفى مدبولي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي كانت بلقاء مع عدد من المستثمرين الإماراتيين وذلك للاستماع إلى أرائهم حول ما قدمته الحكومة المصرية مؤخرا من خطوات وإجراءات خاصة خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة المصرية كإجراءات لتسريع وتيرة الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات أيضا استمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال هذا اللقاء إلى رأي المستثمرين الإماراتيين في الفرص الواعدة للاستثمار الإماراتي داخل مصر خاصة وأن الجانبين المصري والإماراتي يولان اهتماما كبيرا بالاستثمار الإماراتي المصري وحسب ما صرح الأمين العام للمجلس الإماراتي للمستثمرين في الخارج بأن الدولة الإماراتية وعلى رأسها الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أكد على ضرورة تنصيق كامل لجذب مزيد أو لزيادة الاستثمار الإماراتي داخل جمهورية مصر العربية مع رفع قيمة الاستثمارات الإماراتية والتي تقدر حاليا بما يقرب من 20 مليار دولار إلى ما يزيد عن 35 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة المستثمرون الإماراتيون أعربوا عن سعدتهم ورضاهم بما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات لتسريع وطيرة الاستثمار خاصة وأن الاستثمار يتعلق بالقرارات إذا كانت هناك قرارات لتسهيل وتسريع وطيرة الإجراءات الاستثمارية كانت هناك زيادة في حجم الاستثمار وهذا ما اتخذته الحكومة المصرية وقبل من قبل المستثمرين الإماراتيين بالرضا والامتنان للدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ما بين الجانبين بعد ذلك كان هناك لقاء لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والذي أكد عن زيادة التعاون خلال الفترة الماضية ما بين الجانبين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وهو المجال الذي تسعى مصر إلى تعزيز التعاون الإماراتي خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الفترة الماضية بتعزيز التعاون في هذا المجال تحديدا مع الجانب الإماراتي لذا نستطيع أن نلخص ونجمل ما دار خلال هذين اللقاءين حتى الآن بأنه يأتي في إطار سبل دفع وتعزيز على العلاقات المصرية الإماراتية خاصة وأننا قد نشهد خلال هذه الزيارة أيضا العديد من البروتوكولات والاتفاقيات ما بين الجانبين قبل عقد القمة الثلاثية ما بين الحكومات المصرية والإماراتية والأردنية لإطلاق الشراكة الصناعية بهدف تحقيق التنمية المستدامة خلال الفترة القادمة هذه الزيارة والتي تأتي بعد شهر تقريبا من لقاء الزعماء الثلاث الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك المملكة الأردنية الهاشمية ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة في الرابع والعشرين من إبريل من الشهر الماضي هذه الزيارة تأتي أيضا بعد هذه القمة الثلاثية الرئاسية وذلك في إطار دفع وتعزيز العلاقات والشراكات ما بين الدول الثلاث لذلك أيضا نستطيع أن نوجز هذه الزيارة بأنها ستحقق وهذا بحسب الكثير من المسؤولين الإماراتيين مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ما بين مصر والإمارات وهو ما معروف عنه أيضا في العلاقات المصرية الإماراتية الإمارات من جانبها تنوي دفع مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة إلى جمهورية مصر العربية وهذا بكل تأكيد ما تريد وتبغي مصر خاصة مع التطور والانطلاق الكبرى في الاستثمار والشراكات ما بين الجانبين من المنتظر أن تكون القمة الثلاثية ما بين مصر والأردن والإمارات صباح الغد لإطلاق هذه الشراكة كما ذكرت ويعقبها بعد ذلك توقيع العديد من البرتوكولات والاتفاقيات ما بين الدول الثلاث إذن شكرا جزيلا لك موفد التلوزيون المصري مصطفى عبد الفتاح وسوف نعاود الاتصال بك كلما كان لديك جديد دعت وزيرة التجارة والصناع نيفينجا مع الشركات الإماراتية لزيارات المدن الصناعية المتخصصة وزيادة استثمراتهم في السوق المصري حيث جاء ذلك خلال مشاركتهم في لقاء الرئيس مجلس الوزراء برؤساء ثلاثين شركة إماراتية مستثمرة بالخارج وأكدت نيفينجا مع أن القطاع الصناعي المصري يشهد تطورا ملموسا خلال المرحلة الحالية بفضل نجاح برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والذي تضمن تحقيق طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والإنشائية وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا أعلى تحقيق معدلات إيجابية غير مسبوقة تعتبر العلاقات والمصرية الإماراتية في المجال الاقتصادي والتجاري نموذجا للعلاقات العربية والإقليمية وتعد السوق الأماراتية الوجهة الأولى للصادرات المصرية وتسهم الإمارات في السوق المصرية بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليارات دولار علاقات مصر والإمارات في المجال الاقتصادي والتجاري تعد نموذجا للعلاقات العربية والإقليمية إذ تعد السوق الإماراتية الوجهة الأولى للصادرات المصرية ويستقبل سنويا نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم بدورها تساهم الإمارات في السوق المصرية بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليارات دولار وأكثر من 7 مليارات دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى عالميا في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية بعد عام 2013 شهدت تلك العلاقات تقاربا وتعاونا بشكل مكثف وبالنسبة للتبادل التجاري تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية كما تمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي ويعتبر صندوق أبوظبي للتنمية من أهم شركاء التنمية في مصر فضلا عن تأسيس منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وسندوق مصر السيادي وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي كما تعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر فيما شاريع واستثمارات تشمل مختلف القطاعات من بينها النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقارات والبناء استقبل وزير الخارجية سمح شكري بمقر وزارات الخارجية سكيرتير عام منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي السياك عبدالقادر وخلال اللقاء هنأ شكري السكيرتير العام لتوليه منصبه مؤخرا وكذلك للاحتفال بمروري 25 عاما على تأسيس المنظمة معربا عن دعم مصر لأعمال المنظمة وأهدافها وتنول اللقاء السبولات تعزيز أطر التعاون بين مصر والمنظمة في الفترة القادمة حيث أعرب شكري عن التطلع إلى مزيد من التعاون مع المنظمة في كافة مجالات اختصاصها لسيما تعزيز حركة التجارة والاستثمار كما التقى وزير الخارجي سامح شكري بوفد مجلس الأعمال المصري الكندي وخلال اللقاء تم التأكيد على اعتزام مصر استثمار رأستها واستضافتها لمؤتمر المناخ كوب 27 لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر مع بحث سبل التعاون في هذا الشأن مع الجانب الكندي أكد الرئيس والروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب بلا قيود من أوكرانيا جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولز وقال بوتين بحسب بيان صدر عن الكراملين في ختام المكالمة إن روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حلول من أجل تصدير الحبوب بلا قيود بما في ذلك الحبوب الأوكرانية القادمة من المرفأ الواقعة على البحر الأسود وذلك على خلفية المخاوف من وقع أزمة غزائية خطيرة بسبب العملية الروسية في أوكرانيا بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعزيز الدعم الدفاعي لبلاده وفك الحصار على الموانئ الأوكرانية جاء ذلك خلال تغريدة أوردها زلنسكي عبر موقع تويتر وصرح أنه تحدث مع جونسون حول تعزيز الدعم الدفاعي وتكثيف العمل على الضمانات الأمنية وإمداد أوكرانيا بالوقود مضيفا أنه ينبغي العمل معا لمنع حدوث أزمة غذاء وفك حصار الموانئ قال مستشار الرئيس الأوكراني والمفاوض الأوكراني ميخايلو بودلياك أنه لا يمكن الوثوق في أي اتفاق مع روسيا وأدف بودلياك أن أي اتفاق مع روسيا لا يسوي شيئا مضيفا أن القوة وحدها هي التي يمكنها وقف الهجوم الروسي حذر رئيس السفير الروسي لدى واشنطن أنتولي أنتنوف الولايات المتحدة من إمداد كييف بأسلحة صاروخية بعيدة المدى وقال أنتنوف إن روسيا تأمل أن لا تتخذ واشنطن مثل هذه الخطوة مضيفا أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة أن الضخة غير المسبوق لأوكرانيا بالأسلحة يزيد بشكل كبير من مخاطر تصعيد الصراع وتؤخر آفاق تحقيق السلام من جانبه أعلنها المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم أوكرانيا بمعركتها ضد العملية العسكرية الروسية وقال كيربي إن القتال يستدعي حاليا أسلحة بعيدة المدى وأن الولايات المتحدة تصب تركيزها على توفير المعدات والإمدادات المطلوبة مضيفا أنه تم تسليم أوكرانيا حاليا مئت مدفع هاوتسز إلى جانب عدد من الأسلحة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن بلدة ليمان بشرق أوكرانيا أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية وأن القوات المدعومة من موسكو في المنطقة يأتي ذلك بينما حققت القوات الروسية مكاسب ميدانية في منطقتين دونسك والهانسك التي نتكونني معا حوضاء دونباس في تغيير كبير لتطورات العملية العسكرية الروسية الدائرة منذ سلسة أشهر في أوكرانيا قالت كييف إن قواتها قد تضطر للانسحاب من آخر جيب للمقاومة في لوهانسك لتجنب الأسرة وذلك مع التقدم السريع الذي تحققه القوات الروسية في الشرق الانسحاب الأوكراني ربما يقرب الرئيس فلاديمير بوتين من هدفه المعلن المتمثل في السيطرة على منطقتين دونسك والهانسك في شرق أوكرانيا بالكامل بعد أن حققت القوات الروسية مكاسب ميدانية في المنطقتين التي تكونان معا حوض دونباس وفقا لحاكم منطقة لوهانسك فإن القوات الروسية دخل سفير دونسك أكبر مدينة تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية بعد محاولة المستمرة منذ أيام لمحاصرة القوات الأوكرانية في سفير دونسك التي تعرضت 90% من مبانيها للضمارة مدينة ليمان وهي مركز رئيسي للسكك الحديدية إلى الغرب من سفير دونسك باتت هدفا للجيش الروسي إذ أكد مسؤولون أوكرانيون أن روسيا سيطرت على معظم المدينة لكنهم أوضحوا أن القوات الأوكرانية تعركل التقدم لسلوفيانيسك وهي مدينة قريبة من ليمان باتجاه الجنوب الغربي المستشار الرئاسي الأوكراني أوليسكي إيريستوفيتش وصف الوضع الميداني المتعلق بمدينة ليمان بأنه هجوم منظم جيدا أظهر أن الجيش الروسي يعمل على تحسين تكتيكاته وعملياته التطور الميداني على الأرض يأتي بعد أن كسبت القوات الروسية أرضا في دونباس بعد اختراق القطوط الأوكرانية في مدينة بوباسنة الواقع جنوبي سفير دونسك أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اختبار جديد لإطلاق صاروخ تسيركون أسرع من الصوت من سفينة في بحر بارنت وقالت وزارة الدفاع الروسية أن الفرقاتة الرئيسية أميرال أستول الاتحاد السوفيتي جورج كوف أطلقت صاروخ تسيركون الفرط صوتي في طار اختبار أنواع جديدة من الأسلحة مؤكدة أن الصاروخ أصاب بنجاح هدفا على بعد ألف كيلو مترا في البحر المتوسط شمال غربي روسيا ترجمة نانسي قنقر اتهم رئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي بلاديمير باطن بالسعي لمحو هوية الشعب الأوكراني وثقافتها وقال بايدن أن بوتن يسعى لمحو هوية أوكرانيا الثقافية بمهاجمة المدارس وحضنات الأطفال والمستشفيات والمتاحث لطمس الثقافة مضيفا أنه رغم كل محاولات بوتن إلا أن الإرادة الدولية أفشلت الهجوم الروسي على أوكرانيا مؤكدا أن بوتن لم ينجح في تقويد وحدة أوروبا وحلف شمال الأطلنطي أكدت شركة جازبروم الروسية أنها تواصل شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا مشيرة إلى أن إمداداتها من الغاز من خلال نقطة لدخول سودجا بلغت 43.96 مليون متر مكعب وأضافت جازبروم الروسية أن أوكرانيا رفضت طلبا لتوريد الغاز عبر نقطة دخول رئيسية أخرى هي سخرانكوفا أكد صليب الأحمر الدولي في أحدث حصيلة أن أكثر من 15 مليون أوكراني أصبحوا بحاجة لمساعدات إنسانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأوضح الصليب الأحمر الدولي نقلا عن إحصائيات من الأمم المتحدة أن ما يزيد عن ثمانية ملايين شخص باتوا نازحين داخليا مضيفا أن ستة ملايين آخرين أصبحوا لاجئين تزداد المخاوف العالمية من أزمة غذاء تهدد بمجاعات تضرب العديد من البلدان وذلك على واقع تدعيات وباء فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ودفعت هذه المخاوف والدول من المنظمات إلى التوجه نحو حلول استباقية تحول دون تفاقم أزمة الغذاء التي باتت آثارها تظهر بالفعل على وقع تداعيات وباء فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية تزداد المخاوف العالمية من أزمة غذاء تهدد من ناحية بتناقص كبير في إمدادات السلع الأساسية ومن ناحية أخرى بمجاعات تضرب العديد من البلدان وهو ما دفع الدول والمنظمات إلى التوجه نحو حلول استباقية تحول دون تفاقم الأزمة التي بدأت آثارها تظهر بالفعل ودقت منظمات دولية عدة ناقوس الخطر بشأنها مفوضة النقل في الاتحاد الأوروبي أدينا فالين قالت إن هناك حاجة عاجلة لإخراج 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا في أسرع وقت لافتة إلى أن المفوضية وضعت خطة عاجلة لتسريع التصدير عبر ما أسمته المسارات التضامنية عن طريق البر بدورها تعمل الحكومة الألمانية على نقل ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في الموانئ البحارية الأوكرانية عن طريق السكك الحديد حيث خصصت شركة السكك الحديد الألمانية مؤخرا خدمة بالقطار لنقل الصادرات من أوكرانيا إلى موانئ بحر الشمال والبحر الأدريتيكي كما دفعت خطورة الأزمة الأمم المتحدة أيضا إلى التحرك إذ يسعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للتوصل إلى اتفاق مع روسيا ودول أخرى لفتح صادرات الغذاء الأوكرانية إلى الأسواق العالمية وفق ما نقلته صحيفة وولستيريز جورنال الأمريكية من جانبها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مصارف كثيرة للتنمية في العالم تعمل بسرعة لتنفيذ تمولها والمشاركة في السياسات والمساعدة الفنية من أجل تجنب مجاعة تسببها الأزمة الأوكرانية وفي المقابل أبدت موسكو استعدادها لتوفير ممر إنساني للسفن التي تحمل أغذية لمغادرة أوكرانيا لكنها طالبت برفع العقوبات عنها كشرط لتجنب أزمة غذائية عالمية جددت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين التزام الاتحاد الأوروبي بمزيد من الدعم المالي لشركائه في إفريقيا مع التركيز الملح على معالجة قضايا الأمن الغذائي وفي كلمتها خلال فعاليات القمة الإنسانية الاستثنائية ومؤتمر المانحين التابع لمفاوضية الاتحاد الإفريقي المنعقد حاليا في مدينة مالابو بغينيا الاستوائية قالت فوندرلاين إن إفريقيا وأوروبا لديهما أمل ومهمة مشتركة من أجل التنمية المستدامة وإحلال السلام وجه برلمنيون واقتصاديون بريطانيون انتقادات لخطة وزير المالية لفرض ضريبة على شركات النفط لتمويل دعم الحكومة للمواطنين الأكثر احتياجا في مواجهة ارتفاع الأسعار وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قال إن بلاده قد توجه ركودا اقتصاديا خلال الشهور المقبلة تواجه المملكة المتحدة أعلى معدلات التضخم حيث شهدت ملايين الأسر في جميع أنحاء بريطانيا ارتفاعا في فواتير الغاز والقهرباء الشهر الماضي بنسبة بلغت 54% هذا وتوقع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بأن الاقتصاد البريطاني سيواجه ركودا خلال الشهور المقبلة مشيرا إلى أن بلاده تتجه إلى فترة عصيبة مؤكدا أن الحكومة لن تستطيع حل كل المشكلات وأشار جونسون بأن البلاد لا يمكنها تغطية النفقات الإضافية لكل مواطن لكن ما يمكن عمله هو تأكيد التعامل مع الأسباب الأساسية للتضخم مشددا على الحفاظ على الاقتصاد قويا ومفتوحا أمام الاستثمار هذا وارتفع معدل التضخم في بريطانيا الشهر قبل الماضي إلى أعلى مستوى له خلال 40 عاما حيث أدت العملية الروسية في أوكرانيا إلى مزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أن تضخم أسعار المستهلكين تصارع من 7% الشهر السابق إلى 9% في غضون فترة 12 شهرا حتى أبريل في أعلى معدل له منذ عام 1982 عندما بلغ التضخم 11% هذا ويتوقع بنك إنجلترا المركزي تراجعا حدا في نمو الاقتصاد في وقت لاحق من العام الحالي مع توقع فترة ركود ممتدة بينما يتحرق وزير الخزانة ريشي سوناك لمواجهة ارتفاع تكلف المعيشة وفرض ضريبة قيمتها 5 مليارات جنيه السرليني على عمالقة النفط والغاز نوالي تقديم نشرة الأخبار حذر وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي من تدعيات أعلان السلطات الإسرائيلية مساندتها لما تسمى مسيرة الإعلام الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة المزمع تنظيمها غدا وفي بيان قال إن أقدام سلطات الاحتلال على السماح بهذه المسيرة رغم التحذيرات الفلسطينية والقلق الدولي مؤشر على رغبة إسرائيلية بالتصعيد يأتي ذلك في وقت نظم فيه مستوطنون إسرائيليون مسيرة استفزازية في طريق باب الواد بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة وجدد اقتحامهم لمنطقة باب الأصباط بالمدينة أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية انطلاق عملية عسكرية لتفتيش قوراً تابعة لناحية خان بني سعد غربي بعقوبة محافظة ديالة من أربعة محاور وذلك لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي وأضفت القيادة أن العملية تجرى بالتنسيق مع الفرقة الحادية عشر التابعة لقيادة عمليات بغداد مشيرة إلى أن العملية تسعى لاستكمال الأهداف المخطط لها بملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في تلك المنطقة والقضاء عليها أعلن المركز الأعلامي للجيش اليمني رصد ارتكاب قوات الحوثي لـ 156 خرقاً للهدنة خلال الثماني واربعين ساعة الماضية وأضح المركز أن قوات الجيش تصدت في الجبهة الشمالية الشرقية بمدينة تعز لعملية هجومية حاول خلالها قوات الحوثي السيطرة على مواقع عسكرية بعصفيرة مشيراً إلى إحباط محاولات للتسلل باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب وفي جبهة حرد غرب حجة أذانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إطلاق كوريا الشمالية مؤخراً صاروخاً باليستياً جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية البلدان الثلاثة حيث أكدوا فيه أن كوريا الشمالية زادت بشكل كبير من وطيرة ونطاق إطلاق صواريخها الباليستية منذ سبتمبر 2021 وأحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين ووزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في البيان حذروا بيونج يانج من العودة أو على العودة إلى المفاوضات أدن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتوريش الهجوم الذي وقع بمنطقة مادوغايا شرقي بوركينفاسو والذي راح ضحيته نحو خمسين مدنياً وعرب جوتوريش عن تعازيه لأسر الضحايا داعياً سلطات بوركينفاسو إلى بذل الجهد من أجل تحديد الجناه وتقديمهم بسرعة إلى العدالة مؤكداً التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم بوركينفاسو في جهودها لمكافحة ومنع الإرهاب والتطرف قالت منظمة الصحة العالمية أنها طلقت تقارير عن ستمائة وخمسين حالة إصابة محتملة بالالتهاب الكبدي الحاد لدى الأطفال مشيرة إلى أن أسبابه لم تعرف بعد ولا تزال تقيد التحقيق وأفدت دراسات أجرتها المنظمة بأن 33 دولة أبلغتها بما إجماليه 650 حالة إصابة محتملة وتبحث للسلطات الصحية في جميع أنحاء العالم عن زيادة غامضة في حالات الالتهاب الكبدي الحاد لدى الأطفال الصغار التي أدت إلى تسع وفايات على الأقل شهدت سماء مكة المكرمة اليوم أول تعامد للشمس هذا العام على الكعبة المشرفة وقت الظهيرة الساعة الثانية عشر وثماني عشرة دقيقة بتوقيت مكة المكرمة وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زهرة إن الشمس تكون بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبا عند لحظة التعامد ويختفي ظل الكعبة تماما وظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفر مشيرا إلى أن الشمس تكون مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت تواصل وزارتها الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 386 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 67 طن مواد غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط نحو 57 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 609 قضايا من بينها 127 قضية خبز ناقص الوزن و153 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي فتم ضبط أربع عشرة قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 156 طن أقمح محلية نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 20-21-20-22 وأشدد المركز الأعلامي على أحقية كافة الطلاب للجامعات في دخول الامتحانات بدون أي رسوم موضحا أنه لا توجد أي رسوم يتحملها طلاب الجامعة خلاف البصرفات الدراسية المقررة وفقا للكلية التابعة لها الطالب أعلنت وزارة وصحة والسكان إطلاق خمسة قافل طبية اليوم وغدا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة سيتم خلال القوافل الكشف والعلاج مجانا في العديد من التخصصات الطبية بالإضافة لخدمات الآشعة والتحاليل وذلك بمحافظات القليوبية والفيوم وكفر الشيخ والوادي الجديد وسهج أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء المسح السمعي لثلاثة ملايين وسبعة واربعين ألف طفل ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال ولحديث الولادة وتم تحويل 178 ألفا ومائة وسبعة وسبعون طفلا لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي في نفس الوحدة بعد أسبوع من الفحص الأول كما تمت زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بداية من يوم الولادة وحتى عمر 28 يوما وذلك إلى 3500 من الوحدات الصحية في جميع محافظة الجمهورية افتتح مصار العائلة المقدسة بوادي النطرون بحضور عدد من القيادات بمحافظة البحيرة شهد مصار العائلة المقدسة بعد الانتهاء من كافة الأعمال المنفذة نقلة كبيرة بجودة ومواصفات عالمية طاليق بالجمهورية الجديدة وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا مراسل تلويزيون المصري الزميل رامي محمد رامي بعد التحية ماذا عن مصار العائلة المقدسة بمحافظة البحيرة وما تم فيه من تطوير تحياتي لك ولكل متابعين من محافظة البحيرة وتحديدا من مدينة وادي النطرون التي أقف الآن على بواباتها هذه المدينة التي شهدت اليوم جولة والزيارة لإفتتاح إحياء مصار العائلة المقدسة هنا في وادي النطرون بدأت الزيارة باستقبال وكلمات ترحبية بقصر ثقافة وادي النطرون ثم تلاها جولة بدير الأنباب شوي ثم تشييد للجدارية الخاصة بإحياء مصار العائلة المقدسة وبعدها مؤتمر الصحافي بدير السيدة العذراء السريان هذه الجولة التي شملت اليوم عدد من المواقع التي مرت بها رحلة العائلة المقدسة وأيضا هذه العملية من ترميم وأيضا رصف وأيضا تطوير للأماكن الأثرية والسياحية بمصر تحديدا بخط مصار العائلة المقدسة الذي بدأ برصف وترميم لأكثر من 24 كيلو متر مربع بقيمة 44 مليون جنيه هذا يأتي من ضمن اهتمام الدولة المصرية بإحياء تاريخها وحضارتها وهذه الثقافة التاريخية للعالم أجمع في أبهى صورة لها وأيضا الاهتمام بالمرافق والخدمات السياحية لهذه المناطق وهنا تحديدا بكيلو متر ونصف من الدير الأنبى بشوي إحدى محطات مصار العائلة المقدسة بمصر عودة إليكم مرة أخرى نعم إذن كان هذا كل ما لدى الزميل رامي محمد من محافظة البحيرة حيث افتتاح تطوير مصار العائلة المقدسة شكرا جزيلا لك أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن مد فترة سحب كرسات الشروط من مكاتب البريد المميكنة على مستوى محافظة الوادي الجديد كما أعلن الصندوق عن إمكانية سداد مقدمات جدية الحجز والمصرفات الإدارية بمكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوع آخر وذلك للراغبين في حجز الوحدات السكانية الجاهزة للتسليم ضمن إعلان مشروع درة الوادي بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هذا الطرح دليل على الرغبة الصادقة لدى الصندوق في الوصول للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية مما يمكن الجميع من الحصول على وحدات سكانية ملائمة وبنظام التمويل العقاري أكد وزير البترول والفروة المعدنية طارق الملة على تكامل وكفاءة عمل منظومة تداول المنتجات البترولية خلال السنوات السبع الأخيرة بداية من تأمين الإمدادات وتوفير المنتج بالمحطات وتوزيعه ومتابعة ذلك آلياً من خلال غرفة التحكم في ظل تطبيق التحول الرقمي وأشار وزير البترول إلى أن هناك 13 شركة تعمل بكفاءة عالية في تسويق المنتجات البترولية وتقدم خدمات مميتة ميزة تهم قائدية المركبات وأن شركة تشيل آوت إحدى أهم شركات المنظومة من خلال تقديمها خدمات متميزة عبر 80 محطة حالياً تابعة لها جاء ذلك في افتتاح وزير البترول ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني أمير سيد أحمد ورئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارات الطرق مجدي أنور محطة الوقود الجديدة بشارع التسعين بالتجمع الخامس لخدمة المواطنين في ظل ما شهدته المنطقة من تطوير لمحاور الطرق التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الأمينة العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان خلال فعالية المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس وخلال اللقاء تم بحث فرص التعاون بين الحكومة والمنظمة في إطار الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دوراته السابعة والعشرين بشارم الشيخ حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية تعزيز العمل المشترك مع كافة الجهات الدولية لتبادل الرؤى لدفع الجهود العالمية بشأن العمل المناخي موضحة أنه من أجل دفع العمل المناخي وتعزيز التمويل للاقتصاديات النامية والناشئة لا بد من تعزيز أطر التمويل المبكر أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية دور صندوق الأرض التابع للمؤسسة آمازون في تعزيز الجهود العالمية الهدفة لتعزيز العمل المناخي من خلال الدعم الفني والتمويل جاء ذلك خلال لقائها الرئيس التنفيذي للمؤسسة أندروستير ضمن فعليات المنتدى الاقتصادية العالمية دافوس وبحثت وزيرة التعاون الدولي مع الدكتور أندروستير الرئيس التنفيذي لصندوق الأرض التابع لمؤسسة آمازون المملوكة للملياردير جيف بيزوس الأذرع التنموية للمؤسسات الخاصة الكبرى في دعم الجهود التنموية عالميا وتحفيز الشركات بين القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني لدعم جهود التحول الأخضر قالت وكالة الفضاء المصري أنها تنفذ حاليا مشروع قمر صناعي لقياس خصائص البلازما في طبقة الأينوفورم من المقرر إطلاقها نهاية عام 2023 وقال رئيس مجموعة التصوير الفضائي والمشرف على المشروع بالوكالة أيمن محمود أنه سيتم خلال فعليات مؤتمر المناخ القادم كوب 27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم تقديم عرض تفصيلي لمشروع القمر الصناعي لدوره الهام في رصد تأسيرات التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية حيث تلعب تكنولوجيا الفضاء دورا أساسيا في مكافحة تلك التغيرات محل اهتمام العالم تتجه أنظار السحرة المستديرة حول العالم صوب ملعب دو فرانس في باريس حيث واجه ليفربول الإنجليزي ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية من بطولة دور أبطال أوروبا إن شاء الله يعني يا رب ريفربول يكسب ومسلاح يعملين حاجة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله النهار ده ليفربول يعوض الخسارة لحصلت لأبل كده قدام ريال مدريد بالخصوص زي ما كابت المحمد صلاح قال وهو مستني الماتش دعلى نار إحنا هو سكين من عاجة زي كده وإن شاء الله بإذن الله تبقى فرصود النهار ده النهار ده يعوض وإن شاء الله يكسب وإن شاء الله يكسب وإن شاء الله إن شاء الله ريال مدريد هتفوز بإذن الله النهار يعني إحنا كلنا بنتمنى أن محمد صلاح يكسب طبعا فليفربول يكسب إن شاء الله اتنين واحد مثلا إن شاء الله الليفورد يكسب يعني تلاتة واحد بإذن الله يعني إن شاء الله محمد صلاح يجيب جونه ويعمل أسست بإذن الله والله يبقى ماتش كوي جدا هيبقى فيه من الدقة كبيرة يعني ماتش ديما بنقول كده ما بين الخبرة والحماسة يعني ريال مريد خبرة كبيرة في أوروبا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ تكسب عشان خاطر ان شاء الله محمد صلاح فرحنا ان هو فخر العرب وكده ان شاء الله بإذن الله فانا ان شاء الله متوقع ان ليفر بول بإذن الله هو اللي هيكسب ان شاء الله انا بشجع ليفر بول اي هوب يعني ان ليفر هي اللي تكسب توقعاتي ممكن يكسبوه تلاتة واحد ان شاء الله النهاردة صلاح هيجيب جون والليفر هيفوز وهنفرح كلنا النهاردة انتهت نشرة الاخبار واليكم اهم ما جاء فيها خلال زيارته لابو ظبي مدبولي يؤكد الحرص على تواجد اكبر عدد من الشركات الاماراتية بمصر بوتن يبحث في مكالمة هاتفية مع ماكرون واشولتس الوضع في اوكرانيا والدفاع الروسية تعلن سيطرتها على اليمان بالكامل العراق يعلن انطلاق عملية عسكرية لملاحقة بقايا تنظيم داعش الارهابي في ديالا انتهت نشرة الثالثة من التليفزيون المصري شكرا لحضراتكم حسن المتابعة وإلى لقاء جديد موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة